موسيقى نشط السيس عبر شاشة تاليبية لكل الاحرار والبداية بالعنوين موسيقى هدوء في كافة محاور القتال بدن واشتباكات الايام الماضية تخلف عشرة قتلى في صف ما يعرف بتنظيم الدولة واشورى المجاهدين يبدي رغبته في تفعيل مؤسسات الدولة موسيقى بارنردين ويون يأمل في الاعلان عن مطرح حكومة الوفاق اليوم ومجلس النواب يرجح امكانية التوافق في جلسة الخميس والمؤتمر الوطني يجتمع لتأكيد اسماء مرشحه لحكومة الوحدة موسيقى لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشوع الدستور تسلم المسودة النهائية من الدستور الى الهيئة التأسيسية موسيقى اهلا بكم اكد المتحدث باسم مجلس شورى مجاهدي درنة وضع وحية حافظ الضبع ان الاوضاع في مدينة درنة اليوم تشهد هدوءا تاما في كافة محاور القتال واضف الضبع لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الاجتباكات في الايام الثلاثة الماضية اسفرت عن سقوط عشرة قتلى في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة اغلبها في منطقة الاربعمية مشيرا الى بدي وصول امدادات البنزين والدقيق تدريجيا الى المدينة ونبقى في درنة حيث قال احد اعضاء مجلس شورى مجاهدي درنة وضوحيها خلال لقائهم ما اعيان من الجبل الاخضر في المدينة انهم لا ينتمون لاي طرف سياسي وانهم فقط مع من يخدم درنة كما اكد عضو مجلس شورى مجاهدي درنة انهم بصدد تفعيل مؤسسات الدولة في المدينة بداية من مصطحة الجوازات والحرس البلدي خلال الفترة القادمة مضيفا ان الباب مفتوح لكل من يريد خدمة البلاد والعباد ممن هم مؤهلون للقيام بواجباتهم تجاه المواطنين شورى درنا يا اخوانا ما يبيش الارهاب ما يبيش السبدات يعني نحن ياما ان نقع تحت يد باطشة عصابة تتكلم باسم الدين او عصابة تتكلم باسم الجيش نحن لا يبيش حد يا اخوانا لازم نوسطوا الحل والحل هذا قاد من صلاش الآن لكن نحطوا ثوابت بيش نتفقوا الثوابت هذه اخوانا نتفق عليها اننا نحن نبو دولة المؤسسات ونبو جيش الشرطة اول شي درنا مدينة درنا اهي محكمة درنا شرعية ثاني شي درنا مركز شرطة الناس اللي شوه فينا في الاعلام هذون ما يبيش مؤسسات هذون ما يبيش جيش الشرطة والله نعى النفسي سبت على المنبر وقدت العسكري يمشي تواجه مركز شرطة قتل شخصان افريقيان وجرح عدد اخر في منطقة وادي الودب الجفرة اثر قيام مجموعة مسلحة بانشاء بوابة وهمية في المنطقة وقال امير القوة الثالثة جمال تريكي ان الطائرات التابعة للقوة قامت بتمشيط المنطقة عاقب العثور على الجثتين لكنها لم تجد اي بوابات شرى تريكي لانه تم نقل الجثتين لمسرطة من اجل اجراء التحاليل اللازمة جهة ثانية قال تريكي ان اعضاء البوابة الوهمية قاموا بالاصلاء على خمس شاحنات وقود وغاز تتبع للقوة الثالثة مشيرا الى ان اخر المعلومات الواردة تشير الى وجودها في منطقة جارف بالقرب من سرطة قال عضو المجلس البلدية الكفرة فتحي بوخريم ان وفدا من قبيلة المغاربة واخر من اعيان المنطقة الشرقية واصلا الى الكفرة سعيا منهم لوقف الاقتتال في المدينة اوضح بوخريم لقناة ليبيا لكل الاحرار ان الوفدين دخلا منطقة حي الشرى للتواصل مع عيان التبو كلا على حدى لمعرفة مطالبهم قبل التواصل مع اي طرف اخر في المدينة واضف عضو المجلس البلدي ان المدينة تشهد اليوم هدوءا نسبيا وسط ترد الوضع الصحي واقفال اغلب المحلات في المدينة بسبب نقص المواد الغذائية نتيجة اقفال الطريق الذي يربط الكفرة بالمدن الاخرى في غات نشد مكتب الاعلام بالمستشفى العام الجهات الرسمية في البلاد النظر بشكل جدي في المشاكل التي يعانيها المستشفى محملا اياهم او اياها مسؤولية معاناة المواطن في غات وذكر المكتب في بيان لهم وان معاناة المستشفى تتمثل في قفل قسم العمريات وقسم الولادة وعدم توفر محاليل المختبرات وبعض الادوية فضلا عن توقف قسم الاشعة بالكامل ونقص افلام التصوير واشر البيان ان المساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية ووفوض الاطباء الزوار من ادوية وبعض المستلزمات الطبية لن تكون حلا على المدى البعيد في ظل احتياج الطبيب الزائر في عمله للاجهزة وصرف الدواء للمريض دانت حكومة الازمة في بيان لها الهجوم الذي تعرضت له بوابة السدر يوم الجمعة الماضي من قبل عناصر ينسبون انفسهم لما يعرف بتنظيم الدولة واضح البيان ان الحكومة تتابع وترصد كافة التحركات التي تقوم بها جماعات ما يعرف بتنظيم الدولة واضح البيان ان هذه المجموعات تسعى للسيطرة على المنشآت والمؤسسات النفطية لتحصل على التمويل الكافي لتدعم عمرياتها في ليبيا وفي شتى انحاء العالم وكان ما يعرف بتنظيم الدولة قد شن نهاية الاسبوع الماضي وجوما ادى الى مقتل اثنين من عناصر حرس المنشآت النفطية وجرح عدد اخر عبر مبعوث الامينة العامة للامم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون عن امره بان يتم مساء اليوم الاعلان عن مقترح حكومة الوفاق الوطني ووصف ليون المسودة النهائية بالمتوازنة قائلا انها تمثل فرصة عظيمة لليبيا مشيلا الى ضرورة اتخاذ قرار ينهي معاناة اكثر من مليونين ونصف مليون ليبي من النزاع الدائر في البلاد بحسب مكتب الامم المتحدة الانساني في ليبيا على حد قوله نحن متفائلون بان المؤتمر الوطني العام سوف يتخذ قرارا مهما لصالح الشعب الليبي وسوف يزودنا باسماء مرشحه لحكومة الوفاق الوطني في وقت ما من ظهر او مساء اليوم وسوف يكون من الممكن الاعلان عن مقترح حكومة الوفاق الوطني ما تنويه الامم المتحدة حاليا هو ان تستمع الى كل المشاركين وان تقدم مقترحا يتناسب مع اقتراحات الليبيين وان نلبي ما طلبه الامين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي حيث طلبوا من الانتهاء من حكومة الوفاق الوطني والاتفاق خلال هذا الاسبوع وقال ليون ان المؤتمر الوطني العام سيقدم اسماء مرشحه للحكومة هذا اليوم من جهة اخرى اعلن رئيس فريق حوار المؤتمر الوطني العام عوض عبدالصادق عقب اجتماعه بليون مساء الاثنين انه سيجتمع اليوم الاربعاء في طرابلس مع عضاء المؤتمر ورئاسته واشار عبدالصادق في تصيحات له الى ان المؤتمر الوطني العام سيعقد جلسة للخروج بنتائج ايجابية حسب وصفه لمناقشتها في الصخرات ومن جهته استبعد عضو مجلس النواب صلح فحيمة الاتفاق على مقترح حكومة الوفاق الوطني اليوم مشيرا الى امكانية الاتفاق غدا الخميس واضف فحيمة ان وفد المؤتمر الوطني العام لم يقدم حتى الان اي اسماء لمرشحين في حكومة الوفاق الوطني في الوقت الذي قام فيه مجلس النواب بتقديم مرشحه واشار فحيمة الى وجود الوفد المفاوض عن مجلس النواب حاليا في الصخرات للمزيد من التفاصيل ينضم الينا عبر الهاتف من طبرق عضو مجلس النواب صالح فحيمة سيد فحيمة هل تتوقعون ان يتم التوقيع اليوم سيد فحيمة طيب اذا فيما يبدو ان السيد فحيمة لم يعد جاهزا معنا نواصل نشرتنا دوليا شدد عدد من السفراء والمبعوثين الخاصين الحاضرين للجولات الحوار الليبي في اصخراط على ضرورة مصادقة الاطراف المختلفة على الاتفاق السياسي قبل العشرين من اكتوبر واعتبر السفراء والمبعوثون الخاصون للاتحاد الاوروبي ودول كل من تركيا والولايات المتحدة في بيان المشتركة لاتفاق السبيل الوحيد لتحقيق السلام والامن والاستقرار في ليبيا حيث اكدوا عزمهم على منح الشرعية لمؤسسات الدولة القادمة ودع السفراء والمبعوثون جميع الاطراف لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة بشكل عاجل لاختتام المشاورات بشأن اسماء المجلس الرئاسي لانهاء الاتفاق السياسي دون مزيد من التأخير حسب البيان ونعود الى موضوع الحوار حوار اسخيلات حيث ينضم الينا عبر الهاتف مجددا من طبر قعد مجلس النواب صالح افحيمة سيد افحيمة هل تتوقعون ان يتم التوقيع اليوم لا نتوقع ان يتم التوقيع خصوصا ان السيد المبعوث الخاص قد اعلن انه سيتم التوافق على الاطماء اولا قبل التوقيع وان النقاش حول المسودة سوف يستمر هذا بالضافة الى ان مجلس النواب حتى هذه اللحظة حتى اليوم لم يناقش التعديلات ولم يغير الموقف المعلن من المسودة حيث انه ما زال يتمسك بالمسودة الرابعة او بالاتفاق الذي وقع بالاحرف الاولى في الشهر يوليو الماضي طيب هل تم التواصل مع وفدكم المفاوض من قبل البعثة بالتأكيد وفد مجلس النواب ما زال في السيرات وهو يعني على تواصل مع البعثة يعني بشكل يومي بحكم وجودهم في السيرات شكرا جزيلا لك صلح حما عضو مجلس النواب حدثتنا من تبرق اوصى المشاركون في الندوة التي اقامها المركز المغربي للابحاث حول ليبيا تحت شعار اسهام المجتمع المدني في عادة الاستقرار والانتقال الديمقراطي بليبيا اوصوا باطلاق الحريات المدنية وسياسية وإقرار الحق في تكوين مؤسسات المجتمع المدني وإزالة العقبات الحالية التي تعرقل تطوره الطبيعي كما دع المشاركون إلى ضرورة تعزيز قدرات المجتمع المدني الذي تراجعت فعالياته بسبب العنف والاقتتال الاهلي وضرورة اشراكه في صنع القرار إضافة إلى دعم المؤسسات الاهلية التي تعمل في ظروف قاهرة وخاصة في مناطق النزاع المسلح ودبها المشاركون إلى ضرورة رفع مستوى أداء العاملين في الجمعيات الاهلية واستقلالية مكونات المجتمع المدني المزيد حول هذه الندوة ينضم إلينا عبر سكايب من تونس العاصمة رئيس المركز المغاربي للأبحاث رشيد أخشانة سيد أخشانة في البداية ما هي أبرز التوصيات التي تم تقديمها في الندوة شكرا على الاستضافة الندوة في الحقيقة هي مبادرة أرادت أن تلقي الضوء على جانب غير متروق عادة في الإعلام من الأزمة الليبية لأننا رأينا الأطراف السياسية هي التي تطغى على الخبر الليبي بينما المجتمع المدني الذي لديه إمكانات كبيرة لكي يؤثر في القرار وفي مسار الأحداث يكاد يكون منسي فبهذه الطريقة جمعنا بعض أعضاء البلديات في نفس الوقت مسؤولين في منظمات وجمعيات المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وأدرنا حوارا حاول أن يبرز الطاقات الكامنة التي ينبغي تفجيرها وإعطاؤها فرصة ما تجلى من خلال هذا النقاش هو أن هناك تطورا للمجتمع المدني منذ ثورة 17 فبراير إلى سنة 2014 تقريبا في الثلاث سنوات الأولى ولكن هناك تراجع كبير في الفترة الأخيرة بسبب النزاع المسلح إلى درجة أنه وصل العدد تقريبا إلى ثلاثة ألف جمعية في سنة 2014 لكنه تراجع في وقت الرهن طيب هل تتوقعون في المركز أن تلقى هذه التوصيات استجابة من أصحاب القرار بالتأكيد نحن وظيفتنا ودورنا أن نبلور الأفكار ونضع الإصبع عندما نشخص أداء نضع الإصبع على أسباب وكوام أداء في المجتمع الليبي الآن الوضع غير متوازن لأن المجتمع لم يصنع في ليبيا سلطة مضادة للسلطات السياسية الموجودة هنا وهناك بينما وجود طرف ثالث يمثل مصالح مجردة من أي أهداف حزبية ربما يساهم في تقريب الشقة بين الليبيين وجعل الأمور تكون أفضل في التقدم نحو حل سياسي للأزمة الراهنة طيب إذن ما هي أبرز المشاكل التي ترحها المشاركون خلال هذه الندوة؟ أولا كما ذكرت اندثار بعض الجمعيات المهمة التي لم يعد هناك مناخ يساعدها على أن تقوم بدورها وثانيا أنه لم يتلقى الكوادر الذين ينشطون أو نشطوا في السابق قبل أن تتوقف هذه الجمعيات أيضا لم يتلقوا تكوينا مناسبا من أجل إدارة العمل الأهلي والعمل المدني وهذا يعود إلى أن ليبيا مرت بفترة تصحر خلال 42 سنة أيام الاستبداد وبالتالي اليوم هي بحاجة كبيرة للاستفادة من تجارب وخبرات الدول العربية الشبيهة بها وحتى خبرات الدول الأوروبية أيضا في تطوير أداء وفي تأهيل كوادر منظمات المجتمع المدني وقياداتها شكرا جزيلا لك عبر سكايب من تونس العاصمة رئيس المركز المغاربي للأبحاث رشيد شانا قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشوع الدستور نادي عمران أن لجنة العمل سلمت مساء الثلاثة المسودة النهائية من الدستور إلى الهيئة التأسيسية مضيحة أن الهيئة ستعقد جلسة لمناقشة المسودة النهائية للجنة العمل وتقرير لجنة التواصل مع المكونات الثقافية مشيرة لأنه من المتوقع وصول خمسة أعضاء آخرين للالتحاق بجلسات الهيئة في غدى ميسا نعم اليوم الساعة 12 دورا تم تسليم المسودة بالكامل للأعطاء تضمنت مسودة كاملة لمشروع الدستور اتداء من اتداجها وانتهاءا في الأحكام العامة والإستقالية تشمل كل ما يتعلق بالدستور بالكامل مصاعة مرتبة في مسودة متكاملة نشتنا متواصلة وفيها ارتفاع عدد جثث المهاجين المنتشلة قبلة سواحل تاجراوة معيتيغا إلى 67 جثة وأوروبا تبدأ المرحلة الثانية من عمريتها العسكرية ضد مهرب البشر في المتوسط موسيقى هدوء في كافة محاور القتال بذرنا واشتباكات الايام الماضية تخلف عشرة قتلى في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة وشورى المجاهدين يبدي رغبته في تفعيل مؤسسات الدولة موسيقى برناردين اليون يأمل في الاعلان عن مقترح حكومة الوفاق اليوم ومجلس اللواب يرجح امكانية التوافق في جلسة الخميس والمؤتمر الوطني يجتمع لتأكيد أثماء مرشحه لحكومة الوحدة موسيقى لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تسلم المساودة النهائية من الدستور إلى الهيئة التأسيسية موسيقى أكد مدير مكتب الاعلان بفرع الهلال الأحمر الليبي بطرابلس مالك مرصيت ارتفاع عدد الجثث التي تعود لمهاجرين غير نظاميين والتي تم انتشالها قبالة سواحل تجراء ومعتيجة إلى 67 جثة وأضاف مرصيت أن العدد مرشح للارتفاع حيث تلقى فريق البحث عن الجثث التابع للهلال بلاغا بوجود جثتين على شاطئ تجراء كما أشار مرصيت إلى دفن أغلب الجثث التي تم انتشالها خلال الفترة الماضية في مقبرة جماعية خاصة بالمهاجرين غير النظاميين بمنطقة البيفي بطرابلس وتنطلق اليوم المرحلة الثانية من العملية العسكرية الأوروبية لضع مهرب المهاجرين غير النظاميين في المتوسط خارج المياه الإقليمية الليبية وقال المتحدث باسم العملية فابيو يانيلو لواكالة فرانس بيرس إن ست سفن حربية أوروبية على الأقل ستنتشر في المياه الدولية قبالة ليبيا وتقضي العملية بالقيام بدورية في أكثر من عشر مناطق محددة بدقة قبالة السواحل الليبية كما سيراقب سحل الشمالي الغربي لليبيا من حدود تونس حتى ثرت باستثناء منطقة قبالة مدينة طرابلس توريكت مفتوحة تفاديا لأي حصار بحرية أقام المجلس البلدية بوسليم بالتعاون مع مكتب الاحتفالات والزينة بحملة لإزالة المنصقات واللوحات والإطارات المعدنية للشعارات الانتخابية التي لم يزلها المرشحين وقال مدير المكتب الإعلامي للمجلس محمد العوامي إن هذه الملسقات أصبحت مصدر إزعاج من حيث المظهر العام للطرقات وأكد العوامي أن الدعاية الإعلانية تعتبر مخالفة بحسب اللجنة العليا للانتخابات والتي لم تتخذ أي إجراءات بالخصوص أفاد رئيس قسم المتابعة بشؤون التربية والتعليم وادي الشاطي عبدالقادر السويسي بأن أول شحنة من الكتاب المدرسي وصلت مطلع الأسبوع الجاري للمخازن الرئيسية بالمنطقة ويتم توزيعها بشكل عاجل على جميع المدارس وفق الإحصائيات وعدد الطلبة وأكد السويسي أن جميع المدارس بمنطقة وادي الشاطي فتحت بوابها لاستقبال الطلبة مع أول أيام العام الدراسي الجديد رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها القطاع مشيرا إلى أن جميع معلمي المنطقة التعليمية وذي الشاطي ملتزمون بتطبيق معدلات الأداء ولم يسجل قسم المتابعة أي حالة شكوى إلى عنوين النشرح هدوء في كافة محاور القتال بدرنا وأشتباكات الأيام الماضية تخالف عشرة قتلى في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة وأشورى المجاهدين يبدي رغبته في تفعيل مؤسسات الدولة برناردين نيون يأمل في الإعلان عن مضطرح حكومة الوفاق اليوم ومجلس النواب يرجح إمكانية التوافق في جلسة الخميس والمؤتمر الوطني يجتمع لتأكيد مؤثماء مرشحه لحكومة الوحدة لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تسلم المسودة النهائية من الدستور إلى الهيئة التأسيسية تسلم المسودة النهائية